بدورها أعلنت مصر رفضها التام لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو فيما حملت الجانب الإسرائيلي عواقب تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف ومزيد من التصعيد في المنطقة وفي بيان أضافت مصر بأن الزج باسمها غرضه تشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة التوصل إلى صفقة تبادل للمحتجزين وجهود الوساطة التي تقوم بها وكان نتنياهو قد صرح بأن حركة حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فلادلفيا على حد تعبيره معنا من القاهرة مراسلنا سمير عمر وفي واشنطن أيضا ينضم إلينا أنس الصبار أبدأ معك سمير كيف ستلقي تصريحات نتنياهو بظلالها أولا على العلاقات المصرية الإسرائيلية وهي في أدنى مستوى أيضا فيما يتعلق بالجهود المصرية في التهدئة كيف ستلقي بظلالها على كل ذلك فضيلة يعني هي ألقى بظلالها بالفعل السلبية جدا على العلاقات المصرية الإسرائيلية وعلى المصار التفاوضي الذي تحاول مصر إلى جانب قطر والمتحدة الأمريكية أن تزيل العرقيل التي يزرعها بن يمين تنياهو على مدار الساعة على مصار التهدئة فيما يتعلق بالشق الأول بن يمين تنياهو بمؤتمره الصحفي المطول بالأمس أدخل العلاقات المصرية الإسرائيلية مرحلة جريدة من التوتر وكنا نقول أن ما بين مصر وإسرائيل سلام بارد استمر لأربعة عقود ثم شهدت العلاقات تأزما كبيرا في أعقاب الموقف الإسرائيلي في بعد السابع من أكتوبر الماضي حتى وصفت بأنها حرب باردة في هذه اللحظة وبعد تصرحات بن يمين تنياهو اتضح للقيادة في مصر إلى أن بن يمين تنياهو مصر على أن يواصل سيره في الطريق الذي يقود إلى مزيد من التوتر وتأزيم العلاقات بين البلدين ومن هنا جاء رد الخارجية المصرية الذي أعرب عن رفض مصر الكامل لهذه التصرحات من حيث الشكل ومن حيث المضمون لأن مصر قد أكدت أكثر من مرة على أن استمرار القوات الإسرائيلية في محور فلاتلفيا يمثل انتهاكا واضحا الاتفاقية 2005 والملحقة باتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين وهي أيضا تمثل خرقا لهذه الاتفاقات والتفاهمات المستمرة بين الجانبين ومن هذا المنطلق كانت القاهرة حريصة على تأكيد هذا الموقف في كل المناسبات سواء في اجتماعات الغرف المغلقة أو في اللقاءات المفتوحة الأمر الآخر أن القاهرة ترفض إلى جانب ذلك المزاعم التي يروجها بين يمين تينيها وفي محاولة دفاعه عن بقاء القوات الإسرائيلية في محور فلاتلفيا والمتعلقة بأن المساحة الممتدة لنحو 14 كم بين مصر وبين قطاع غزة تستخدم في تهريب السلاح إلى قطاع غزة وهذا أمر أيضا كان مرفوضا وما زال مرفوضا من الجانب المصري وتم الرد عليه في أكثر من مرة حتى أن ضباط الاتصال المسؤولين عن التواصل بين الجانبين المصري والإسرائيلية كانوا قد أعربوا غير مرة عن رفضهم لهذه المبررات واعتبروها أنها مزاعم كذبة وباطلة اليوم بعد تصلاحات بينامين تينيها بالأمس القاهرة أكلت على خطورة هذه المزاعم وأيضا على تأثيرها على المصار التفاودي على الرغم من تأكيد مصر على الناس تواصل مسعيها من أجل إحلال السلام والوصول إلى حل الدولتين والدولة الفلسطينية بحدود الرابع من يونو 67 ننتقل إلى أنس الصبار في واشنطن أنس أين تقف الولايات المتحدة وإدارة بايدن الآن وهي توصف بالبطة العرجاء في هذه الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات كيف توازن بين هذا الموقف المتشدد لنتانياهو من جهة أيضا تمسك حماس بشروطها والآن أزمة بين مصر وإسرائيل بسبب تصريحات نتانياهو موقف محرج تقف فيه إدارة بايدن وهو أمر كان متوقعا كان ينسج أو يطبخ على نار هادية في الأشهر الماضية كان يرفض المتحدثون باسم الخارجية والبيت الأبيض أن يفصحوا للصحفيين من هو المتسبب في تعطيل التوصل إلى اتفاق للإفراج عن المحتجزين ولوقف إطلاق النار في غزة كانوا يناورون في الإجابة لكن بعد ذلك تصريحات جو بايدن التي قال فيها بأن نتانياهو لا يفعل ما يكفي لتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وبعد ذلك تصريحات نتانياهو ربما سكبت الزيت على النار ولكن هذه النار هبت في وجوه الأمريكيين أيضا الذين يطالبونهم تقريبا سبعة عائلات من ذوي هؤلاء المحتجزين يحملون الجنسية الأمريكية يطالبون إدارة بايدن بالضغط وتوجه هذا الضغط رويدا رويدا باتجاه بن يمين نتانياهو تقول شبكة سيانان على سبيل المثال نقلا عن مصادر بأن الخلاف الذي وضعه نتانياهو يوم أمس والمتعلق بمحور فيلدلفي لم يكن جزءا من المقترح الذي قدمه جو بايدن وأن المقترح تضمن فقط طلبا بسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كل المناطق القريبة من التجمعات السكنية في قطاع غزة هذا أولا وبعد ذلك تقول هذه المصادر بأن موقف نتانياهو يشكل تغييرا كبيرا على ما كان مفهوما لدى الأمريكيين أو لدى وفد التفاوض وبالتالي يبدو وكأن الأمريكيين يعتقدون بأن نتانياهو اخترع هذه القضية من لا شيء وهم يواجهون الآن عائلات المحتجزين ومن بينهم أمريكيون يعتقدون نقلا عن الجيش الإسرائيلي بأن ثلاثة منهم في عداد الموتى شكرا لك أنسة صبار في واشنطن أشكر أيضا سامير عمر في القاهرة ينضم هنا من القدس محرّة الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعنا نضال إذن تخوف في الضفة الغربية من تكرار سيناريو السابع من أكتوبر لكن الواضح بأن المصادر الإسرائيلية تبدي تعاونها مع السلطة الفلسطينية في ذلك هل من تفاصيل نعم بالفعل فضيلة أولا المصادر الإسرائيلية تقول بأن التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل ما زال جاريا وأن حتى المساعدة الأمنية من قبل السلطة الفلسطينية هكذا يقول المصدر تساعد إسرائيل وتنقض أرواحا هكذا حرفيا هنا إسرائيل ترى تشارك أو شراكة في وجهة النظر بين إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية هي شراكة في المصالح فبالوقت الذي تتخوف فيه إسرائيل من التدخل الإيراني المتزايد في الضفة الغربية أولا عبر التجنيد وعبر إرسال الأموال وإرسال السلاح وتمويل الخلايا في الضفة الغربية فإن هذا أيضا يشكل خطرا على السلطة الفلسطينية التي أولا من جهة لا تريد أن تتدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية لا تريد مشاهد في الضفة الغربية تشبه ما يحدث في قطاع غزة السلطة الفلسطينية لا تريد أن يحدث للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية ما يحدث للمدن أو ما حدث للمدن في قطاع غزة هذه مصلحة للسلطة الفلسطينية وبالتالي السلطة غير معنية بالتصعيد الآن في الضفة الغربية أو بانتفاضة ثالثة في الضفة الغربية وهي تعي جيدا كيف سيكون الأمر عليه في ظل هذه الحكومة المتطرفة في الضفة الغربية هي ترى بأن من مصلحة بنكفير وأن مثلا بنكفير واسموتريش يسعيان إلى مثل هذه الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية ثانيا هناك تقوف حقيقي لدى السلطة الفلسطينية من أن حركة حماس التي ازدادت شعبيتها ربما بعدما حدث في قطاع غزة ولكن اسمع لي فقط تخشى السلطة الفلسطينية من انقلاب ضدها يعني الغريب أنه الآن أصبحت اسرائيل تخشى على السلطة من حماس يعني هناك طبعا حديث عن إضعاف اسرائيل للسلطة الفلسطينية يعني هذا الحديث ليس وليد اليوم أولا هناك خلاف في اسرائيل حول إضعاف السلطة الفلسطينية المنظومة الأمنية في اسرائيل لا تريد إضعاف السلطة الفلسطينية وفي كثير من الأحيان كنا نسمع مثلا رئيس الشباك يعارض مثلا مساعي سموتريتش لتقويض السلطة الفلسطينية وعدم تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية نرى مثلا موافقة من رئيس الشباك وحتى دعوات من رئيس الشباك لإدخال العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى اسرائيل من أجل الحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية لكن هناك سياسيين في اسرائيل ومنهم بنكفير واسموتريتش يسعون إلى تقويض السلطة الفلسطينية وهناك حرب حتى ما بين الطرفين في اسرائيل ما بين رؤية الأجهزة الأمنية وبين رؤية اليمين الإسرائيلي المتطرف وهناك تضارب في المصالح لكن على العموم إسرائيل كمؤسسة سياسية الحكومة الإسرائيلية المؤسسات في إسرائيل غير معنية بتقويض السلطة لأن السلطة أهمية بالنسبة لإسرائيل فهي أولا هي الدرع أمام إدعاءات ضد إسرائيل بأن إسرائيل تدير نظام فصل عنصري في الضفة الغربية إسرائيل تحتاج بأن دائما السلطة الفلسطينية موجودة وأنها هي من تحكم وليس إسرائيل من تحكم في الضفة الغربية ثم هناك تعاون الأمني ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل شكرا جزيلا النضال كانعنا في القدس